السلام عليكم وكان راحبكم من جديد وكانت من ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وسمحوا لي يا ابنات لي انني طولت عليكم الغيبة وكان شكر لبنات سرح اللي كيس قسوفيها فألف ألف شكر لكم فرجعت لكم اليوم ان شاء الله بواحد الفيديو جديدة هي عبارة على واحد العراضة جاش عندي واحد صديقة اللي يعزي زعية بزافة دوزة معي واحد العشية فحاوس انني نحضر واحد طبيلة هكا باش نجمع اهنويا ونفرح بها بمهم ان شاء الله نتمنى هاد الفيديوتنا اللي اعجاب ديالكم تاخدوا من بعض الافكار وتستفدوا من الوصفة ان شاء الله اللي غدي نشارك معكم اذا اول حاجة غدي نشارك معكم هو واحد لوت شايز كيك صراحة شي يجي زوين بزاف ولزوين فيه اكتر وانه بدون فرن وكيتحضر البنات بسرعة وكيجي هائلو الديد بزاف غدي نحتاجوا فيه مية جرام ديال البيسكوي اي نوع ديال بيسكوي واحد خمسين جرام ديال الزبدة ما يعد الجوج مع القاس عندي مية جرام ديال الشوكولاتة البيضاء بالنسبة لبنات الشوكولات البيض فهذا هو او الهديان نوعية اللي انا كنستعمل لانا بزاف كرقرار في كومنتر ستقولوني يعني الى الماركة او الاشياء اللي انا كنستعمل كما تشوفوا بالنسبة للشوكولات البيض هذا هو اللي كنستعمل فالكما تشوفوا دي تقريبا رفيها كيلو ديال مكتو هاد الكمياد فانا نقسم انها واحد مية جرام اه بالنسبة اول حليب البنات غدي نستعمله كذلك او واحد الرابعة او لمسين وخمسين ميلي لتر اه بالنسبة البيسكويف احنا غدي نطحنوه او لا نهرمشو يعني على حسب انتم ما شوفو يعني شنو بريتو نضيفو علي الزبدة من بعد ما دوبتها غدي نحاول انني انخلطها كبات الشكل ناخد واحد القلب ليس يكون هكذا محلول يعني حاولو انكم تستعملوا اي قالب عندكم سوى مربع او لا اه دائري انا هادا واللي عندي فا اه كان وضعو تحسمنو الورق الخاص بالطبخ كيف ما تشوفو وغدي نحاولو اننا انبسطو البيسكويت ديانا ونضغطو عليه بواحد الكأس بحال هاكا بشكل ياخد لنا الشكل ديال القلب وتيجينا متماسك اكتر فبنسبة اللاجيلاتين حتى هي غدي نستعملو غدي نستعملو منها واحد لساء ديال الوريقات ديال اللاجيلاتين وبنسبة لبناء المكونات نخلي املكم بالتفصيل في صندوق الوصف اه غنناخدو الماء البارد من الاحسن يكون بارد جدا يعني ماشي دافئ او لا ساخن اه يعني اذا كان معدب الصيف وهذا اذا كان سخون حاولو انكم تاخدو واحد الماء اللي انتم ما ديجا وضعينو في طلاجة اه بالنسبة للشكلات فاحنا غدي نقطعو هكذا القطع وغدي ندوبوه في حمام مريم ولكن ما كتفوه بعد ما دوبنا كنحصلو على هاد الخليط في هاد الشكل بالنسبة للاورق ديال الجيلاتين فالوقيصة اللي تكون تدوب في هاد الشكلات فهو ما تكونوا تترخو كيف ما تتفو او لا تتلقو انا حاولو اننا نعسرهم الماء به هاد شكل هذا ونضيفوهم مباشرة في الشكلات اللي هو ساخن ونبدو نحركو وغادي ندوبونا مع الشكلات كيف ما غادي تشوفو اشتركوا في القناة موسيقى فمن بعد ما كنخلطوه لا جيلاتين مع الشكلات اوتين تجملين مع الشكلات وتايدو فاقدي نضيفوه بالنسبة للاورق اللي انا استعملت فهي فيها تقريبا 180 قرام فانا ما استعملتش كاملة تقريبا نقص منها واحد جوج مع القاس خلاص هذا اللوبول صغير ورما قد نيشي فاتش كتشوفوني يعني رجعت الخليط فهذا اللوبول الكبير غدي ناخد الخليط الكهربائي نعود نخلط جميع المكونات مع بعضهم حتى كينساجمو وكيدخولينا الشكلات والجيلاتين مع هاد الجوبن هادا ولكن كما تشوفو سنحطلوه لواحد الخليط اللي هو كريمي فواحد اللي انا اخر اللي هو اكبر في الحجم غدينا نستعملو البودرة ديال الكريم شانتيه غنزيدو عليها واحد نصف لتر زيال عفواً واحد ربع لتر من الحليب اذا انت انكد ربع لتر من الحليب المهمة البناس بالنسبة للعلبة زيال الكريم شانتيفة وما سيدرو فيها المقدار ديال الحليب وأستسمح للناس على صوتي لانني فغموا فيها النعاس وفيقاب كريب باش انني انسجل الصوت فمو يمديو شايدية وغنحتاجو كذلك واحد العلبة ديالاناناس المعلب اه غادي ناخد منها بعد الدوائر تقريبا هنا ايا اخدت واحد ثلاثة غادي نحاول انني نقطعو من القطع الصغيرة كيما تشوفوها كي يعني نقطعو بالطول وبالعرض هكا حتى كنحصلو على واحد القطع صغيرة اللي احنا غادي نضيفوها على الكريمة اللي احنا حضرنا ديال شونتيه اه غنضيفو عليها كذلك الكريمة اللي حضرنا من قبل ديال الشوكولات مع الجيلاتيه وغادي نعودو نخلطو جميع هاد المكونات هادوم طبعية الحل ركحنا كنا نضفنا فيها الجبن بعد مكونات سواء بالطراب اليدوي او للطراب الكهربائي يعني اللي كتفضله فغادي ناخدو مرة اخرى بعد القطع ديال الاناناس او لدوائر الاناناس اللي احنا غادي نقطعوها على نصفين هاد مرة غادي نزينو بها الجوانب ديال تشيز كيك اه بانسوا غادي تجيكم سهلا سواء استعملتوا قلب دائري او لمربع غادي تحاولوا انكم تقدوم على هات الشكل هادو اشتركوا في القناة موسيقى فمن بعد ما نفرغوا الكريمة كاملة في القلب نحاول اننا نزعها شكلي ومتساوي وبالنسبة للوجه للشيز كيك نحاول اننا نقادل بحضة سيكيلي وخاص بشكل كي يجي يعني السطح مستوي فالكي ما تشوفوا ندخلوها للتلاجة نحسف دوبات قريبا الاقل وقت هو اربع ساعات وبالنسبة للانانس لكي بقاننا فحنا نحسف دوبة واحد العلبة لانا ديك العلبة زيال الحديد يعني غير صحية اننا نحسف دوبة في التلاجة بعد ما كنفتحوها دابا البناس سوف نحضروا دي بيغين اللي هما سيكري غادي يكونوا زوينين بزاف والداد بزاف دونك اول نوع البناس سوف نحضر معاكم هاتشكل هادا اللي ان شاء الله سوف نحضره معاكم بالكرز او لبح بالملوك او للي سوغيز كما تشوفوا معايا اخذت واحد الكمية نقيتها وضعتها في واحد الكاثرونة ستحلى واحد توجمع القتل سكرسانيدة واحد الكمية قليلة ديال الماء خلاص صغير اللي غادي يطيب فيها وكان كما تشوفوا ها كوش نحضر ان شاء الله على واحد الكولي ديال الفخيز عفوا ديال حبل ملوك يعني تقدروا انكم استعملوا الفخيز دونك غادي نستعمل كذلك لك خيم باتي سياغ دونك في واحد الكاثرونة كذلك غادي نوضعوا جوج معلقات ديال لك خيم باتي سياغ اولا مع القاونس مهم انا هنا يستعمل تقريبا مع القاونس غادي نزيدوا على واحد جوج معلقات ديال سكرسانيدة او ربع او ربع او ربع يترو ديال الحليب يعني ملتون وخمسين ميلي لتر ديال الحليب تخلطوهم جيدا وضعوهم فوق النار مع التحريق المستمر حتى غادي نحصلو على الكخيم باتي سياغ دونك غادي نحتاجو كذلك هاكا واحد لي بيسكويت او لا واحد الكيك عفوا انا هنا يستعمل تكيك ماشي بيسكويت تقدرو كذلك سعملوا بيسكويت يعني لي متوفر عندكم دونك هادي الكيك كان بقال عندي فهو اللي يوزعج على هاد الفيغين هادو كيف ما تتشوفو فالا على هاد الشكل هادو غادي ناخدو لكخيم باس يصير مبعد ما حدرناها نحاولو انا ننفرغوها في هاد الفيغين هادو وبالنسبة لحب الملوك ديانا مبعد ما طابع لها هاد الشكل فاحنا غادي نتحنوه باش نحصلو هكا على واحد الكولي ديال الحليب انا كي عجبني الصراحة لانا يعني كي عجبني حتى كي يبقوا في هاد القطع يعني شوية قبطة راسها ما كي عجبني شوية بحال شكل ديال السيرو ولا ماذا هو الشكل صراحة اللي تعجبني تعجبني كون قبط في راسه وفي بعض القطع هاكا سفكا ديال الفخيز او ديال السوريز او ديال السوريز تي عجبني هكذا افضل فغادي نزيدو من فقده لكخيم باس يسيغ اللي احنا حضرنا قبيلا طرحات ديسرة بناس كي يجي زوين وكي يجي لديد بزف يعني كي يجي رائع نتفنك بلاس انكم تجربو كي يجي زوين زوين بزف وسهل في التحضير يعني كما شفتو معايا سوف ندوزو النوع الثاني هنا عندي ديك الكريمة اللي انا حضرت بها التشيز كيك تقاتلية هاد الكمية هذي نقصها سوف نزيد على واحد الكمية ديال السوس كراميل سوف نخلطها كيفما تشوفو حكا باش كنعطوها ديك النوكة يعني وكي يحتل ما دقم بالدل يعني على التشيز كيك غيرو كان هذا الناس مدرش في يعني الاناناس هذي كنت نقصها بحديثة هنا كما تشوفو معايا غدي نفرقوهم كذلك فادلي بيغين هادو وغدي نستعملوا واحد اليوغورت ديال الكاراميل تقدروا استعملوا اي نوع ابنت اللي هو متوفر عندكم تقدروا كذلك استعملوا ديال الشكلات ويملي عندكم ولي متوفر عندكم صراحة يجي لدي ديال ابنت بزاف ونحاولو اننا نفرقوه في منفق هادلي بيغين هادو يلا بغو تستعملوا كذلك دي بيسكوي يعني كومباز يعني فادلي بيغين هادو فتبقى لكم الاختيار وبنسبة التزيين فانا فضلت انني انزينهم بهاد الحبيبات ديال الشكلات يعني كما تشوفو فيهم يعني بحل ان غابل ديال الاشياء اللي احنا استعملنا ديال الكاراميل اه فيهم كذلك احبيبات ديال الشكلات والشوكولاتة البيضاء كذلك مهم كي اه كي اه كي اعطي واحد لما نضر زوين فادو كانين البناس اللي بيغين غندخلوهم تلاجة غيرو كان البناس قبل ما ندخلو متلاجة لها دولة ديال اه حبل الملوك اللي انا حضرت فانا غني لفسهم هكا بلو في المالي مونتغ قاد غدين نضاعهم فالتلاجة باش هكا بس يخدوش لي انسمة لبعض الاشياء اللي احنا كنكونو محسف دينبلا فالتلاجة دبا غدين نزول البنات لبعض المملحات اللي هي بارضة اه بدون فرن ولي كاتتحضر صراحة اه زوينه اي زوينه اي زوينه بسرعة وكاتتح زوينه وضيده بزاف هنا غدي نستعملو الباندومي كيفما تشوفو غدي نحاولو نقطعو لي الجوانب غلو كاني لكنتو غدي تقطعو حاولو انكم تقطعو في مرة واحدة باش يجيكم شكل يعني قد قد كيفما غنوريكم من بعد و بالنسبة للشوت هادو او للجوانب اللي احنا قطعنا نقدرون نحمصهم و غدي ان شاء الله هنسفدو منهم يعني كخبز محمص اه فاله هنا كيما كاتشوفو غدي نستعملو الطون غدي نزيد عليه كدلك يعني بنسبة الطون فهو الطون ديال الزيس من طبيعة الحلف حنا قد نستقطرون زيان من زيت غنزيد عليا شوية ديال لمايونز و شوية ديال الزيتون الاخضر نحنا قطعنا القطاع صغيرة هنزيد عليا بعض الاعشاب المونسيمة اللي هي ليزوب دو بروفونس اللي كانوا متوفرين عندي تقدروا تعودوهم بزعتر نخلطو جميع المكونات حتى غنزي نحصلو على واحد الكريمة ديال الثون بهذا الشكل هادو ناخدو واحد طبقة ديال الباندومي نسرحو فيها واحد الطبقة يعني ديال الكريمة ناخدو كدالك واحد القطعة اخرى اللي غدي نسرحو فيها كدالك واحد الطبقة ديال الكريمة ديال الطونس رحك تجلب نسمى بواحد طريقة زوينة زوينة بزاف خصوصا معايا كدالك يحفظوا في شكل ديالهم وغدي نوضعوهم في المجمد باش حتى من يتنبغون نخرجوهم ونقطعوهم تيجيونا ساهلين وتيجي شكل ديالهم صراحة زوين بلا ما كي تفرتونا او لا كي تجنو يعني كيبقوا محسف ديالينا في شكل ديالهم بالنسبة لطريقة تقطعو صراحة نصحكم الطريقة احسن لان هدو كل البندومي كي يجيو يعني احتف الحجم فهما كي يجيو يعني قد قد ما كنتيش يعني جيها خرجة على الاخرى وخلاص بالنسبة للي شيت فانا قلت لكم تقدروا انكم تستعملوهم يعني تحضروا بهم الخبز المحمص ففوق من الفيل ماليمونتا غدي نوضعو هدو الخبز هادا يعني اللي هو البندومي بات شكل هادا وغدي نستعملو الدلاك يعني غدي نحاولو اننا نبسطوهم بات شكل هادا باش يتلسقو لنا هكا مع بعضهم لان انا غدي نلويهم الاحسن يعني هكا كي يشدو في مبعدياتهم فبنسبة للحشوبة غدي نستعملو واحد لبيضة مطلقة اللي انا هنا بشرطها او لاحكيتها في الحكاكة غنضيف على شوية ديال جوبن الابيض يعني يستعملو اي جوبن تقدروا تستعملو الجوبن المربع او للمثلت وضفت عليها كذلك شوية ديال الزعزر فهنا كي ما كتوفو تسرحتها في الوجه ديال بندومي غنضيف كذلك بعد القطعة ديال اديك المدخن هادا ديال اللي بزار سراحة يجي هائل جدا في المدق وغنضيف عليهم كذلك بالنسبة للفخوماج هاد الفخوماج هادا ديال اللي بنسم يعني بالكامون حتى هو سراحة يجي زوين 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 بزار سراحة يعجبنا لبنات هاد الفخوماج هادا جوبن سميتو قودا يعني دوو الاسم ديالو بالنسبة للفيلما المنتظر البنس فهو غدي عاونكم بشأنكم يعني تلويوا البندومي يعني بوحد طريقة اللي هي سهلة بزار يعني غدي عاونكم وكما تشوفوا معايا فالطريقة موضحة في الفيديو واثرين نحن نقوم بإمكانك بالمجمد لتقطعه ويجعلنا السهل وإضافة الأشكال المملحات يأتي في الشكل عندما نترك أخرى سوف نحتاج فيه العجين المورق الجاهز كما ترى فأنا أخذته جاهز سوف نحتاج كذلك كمية الصوسيس بالنسبة للصوسيس سوف نطيب فقط في المقلاء مع زويت بالدية حول بصار إذا في سطح العمل سوف نقوم بشكل دقيق نخذ العجين المورق ونحاول أن نبسطه فوق سطح العمل يعني بالمدلك أو لبدلك كما ترارات سلص البيزا كما ترارات أجل المورق نحاول نقوم بتوصيد من الصوسيس سوف نقوم بمسلطه ومسلطه متوطته وخموم بتوصيد من الصوسيس شوطة المبشور نحاول نضيفه على الأمان صغير ونكمل بنفس طريقة ونضع بعض البيض ونضع بعض البيض ونضع بعض البيض ونضع بعض البيض صانت من هذا المكان لنضع بعض البيض ونضع بعض البيض خلصات لم أكنهم سماسين كما تشاهدون معيارة مرشيت فوق منه البابو تقدرون انكم تعودوا بزلجلان او بزرعة الكتن ونمتوفر عندكم الآن سنتظروا الاخر حاجة وهي واحد الحرشات مالحين بالزيتون سنحتاجوا فيهم نس كيلو سميدة الرقيقة سنضيف فيها واحد الكيس الخميرة الحلويات من فئة 8 او 7 جرام سنضيف فيها واحد المعلقة صغيرة الخميرة الفورية وهي خميرة الخبز نضيف فيها واحد المعلقة صغيرة جدا لا تكون مملؤة ديال الملح ومعلقة كبيرة ديال السكر سانيدة لكي تحمر لنا كل حرشات جيدة سنضيف فيها واحد نصف كأس ديال زيت المائدة تقدروا انكم تعودوا بزيت الزيتون ونحاولو نرملو هاد السميد هذا غزم حولية هنا منين زيت السكار والحليب يعني باش نخلط العجين ما تصورش لي هاد لوم وغصو هذا بالنسبة للكمية ديال الحليب تقريبا عندي واحد الكأس ديال العنبه المهم ستزيدوا الحليب حتى تحصلوا على واحد الخليط اللي تكون نرخوا يعني ما يكون شي قاسح عود بزيك لانكم إلا خلطوها قاسحة فصراحة ستجيكم ديال الحرشة شوية كما تنسمي احنا مدقصة يعني من الاحسن يكون العجين شوية مطلوق نخلي بغير واحد خمسة دقيق وفي سطح العمل غدير شو في شوية ديال السميد وغدينبسطوها بالمدلك وغدينناخد واحد القطع دائرية او المربعة اللي تفضلوا وبالنسبة لهاد القطع هاد فقبل ما نقطعو بها حاولو انكم تدوزوها بشوية ديال السميد باش اكما يلسق لكم شوية العجين فغدينناخدو السميد غير وكان بنسبة للسميد حاولو انكم تنقصوه في الاول يعني منينك ترملوه بزيك حاولو انكم نقصوا واحد الكمية هادي كيالي يتخدمو بها يحسن يعني من السميد لك تكون عادية فغدينناخدو هاد الدوائر جيانا دوزو علي ما شوية من هاد السميد لكود لكم أنا هنس عملتها لبنات غير السميد لعادي ولكن الا استعملته السميد لي مربع اللي استعملنا قبيلة يعني الان نقصوا واحد شوية غدي يكون احسن سافة البنات اه اه الاخفتو انكم اه ميتهزوش لكم زيان حاولو استعملو بحال هديها اللي بينا لكم في الفيديو سوف نأخذ مقلع و نسخنها و نحاول أن نرشفها قليلا و سوف نطيب الحالي بشكل عادي جدا و بالنسبة للفندومي الذي دخلنا الكنجيلاتور فهو قبط راسوم جيدا سوف نأخذ واحد سيكين بشكل منشار لكي يجينا سهل تقطع كما ترون معي يجينا سهل بعد ما نخرجه من المجمد يعني يتقطع علينا بشكل متناسق يعني ماشي كي تعجن ولا كي تفرسس ولا يعني الطريقة دي فهي زوينة كما تشوفوا فانا قطعته على جوج على 4 و من بعد غدي نقطع كله يعني تقربين على 8 يعني غدي جوني 8 ديال القطع اللي هي صغيرة و دائما ديروا في بالكم هذه النقطة اللي قد لكم ديال المجمد لانا غتنفعكم بزاف تيجي شكل دياله مهكا جميل يعني ماشي فرسين و كما كتشوفوا الحواف دياله فهي كتجي مقعدة حاوتانا نيندهن الوجه دياله بشوية ديال الجبن الأبيض الفخماج و لأي حاجة عندكم سافي ان شاء الله غدي تشوفوا معي في طبق التقديم وبنسبة التشيز كيك دياله بعد ما خرج شو من تلاجة فأنا زينته هنا بالاناناس اللي انا شكلته كما تشوفوا معي لشكل الوريدة و دعتها جانبا تقدروا انكم تزينوا باي حاجة يعني كتفضلوها المهم انا زينت هنا كما تشوفوا معي بذيك الوريدة ديال الاناناس و بالنسبة للشكلات الأبيض فأنا قطعتوها كأولا بشرته بالسكين ديال اللي كنقشروا بها كذال البطاطس اكا مش كيجوني يعني بعد الخطة عليا شوية كبابرة موسيقى فكما تشوفوا معي فهذه الطبيلة وهذا هو القوتي اللي انا حضرت للصديقة ديالي صرحة حتو حششا وجحالة دي ما شوفتها فجات زرطني هذا العشية هادي فحضرت لها بعض الاشياء اللي ايها بسيطة و ماخدت ليش بزتف ديال الوقت ولكن جاتني ديالة بزاف و صرحة احجبوها هذه الاشياء اللي انا حضرت ليها و مدوثنا صرحة واحد الحشية اللي ازويناك كما تشوفوا معي هدوا ما الحرشات اللي انا حضرت هذا الشيس كيك جليد كثيرا و بالنسبة للشيس كيك كما تشوفوا معيدا هو الشكل فأنا زينتهم بعض الحبات السوريز و خلاص فأنا زينتهم بعض الحبات الشوكالات كما قلت لكم مهمة البنات كانت هذه العراضة لانا درت الصديقة درت بعض الأشياء صراحة اللي يعجبوني انا كان عرفة يعني شنو كيعجبها بزاف وتقريبا اناوية عنا يعني نص الضوء و نفط الأشياء تقريبا اللي كاتعجبنا النسبة للشيس كيك جهائل جدا نتمنى انكم تجربوه خلاص اللي في غينتهم و مجاورة يعين جدا لبناس ما كياخدوش بزاف ديال الوقت المهمة البناس كانت عديالها فيديو ديال اليوم نتمنى انكم تكونوا اخدتوا منها بعض الأفكار استفتوا منها كدلك نتمنى ان شاء الله ما تساونيش باللايك ديالكم و كذلك كنشكركم دائما على حبكم و على تعليقاتكم لما تصوروش البناس حلقة تفرحني كيف ما كتقولولي انا كنفرحكم بالفيديو ديالي حتى انتم كذلك البناس ما تصوروش للواقع ديال التعليقات ديالكم عليا يعني كيشجعوني باش انني نكمل معكم ان شاء الله و نقدم لكم ان شاء الله اي حاجة زوينة وليس قدر تفيدكم في الحياة اليومية ديالكم و نتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن الظن ديالكم فما بقى لي نقول لكم غير كنتمنى لكم الخير و السعادة من كل قلبي الله يفرحكم باربي باي حاجة كنتمنى و فهذه الحياة و دائما الاهم فهذه الحياة هي الصحاء و راح للبال و الطمأنينة و السكينة و يصلح لنا ربي و لداتنا هذا هو الاهم خليتلكم هنا و انطلقوا فيديوهات قادمة بإذن الله